وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدُ النَّحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب المفعول معه ينصب تالي الواوي مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواوي في القول لا حق بين المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين حكم المفعول معه وهو النصب فقال ينصب وبين موضعه فقال تالي الواوي وبين اسمه فقال مفعولا معه ومثل له فقال في نحو سيري والطريق مسرعة سيري فعل وفاعل والطريق مفعول معه ومسرعة حال من الياء في سيري فهذا هو ما يشتبل عليه هذا البيت الأول ونحو استوى المياه والأخشابة زيد الماش والبحر ليس بشرط أن يكون العامل فعلا كما سيتبين أيضا في البيت الثاني بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواوي في القول لا حق يعني أن هذا النصب الذي ذكره هو العامل فيه هو الفعل أو شبه الفعل نحو زيد الماش والبحر الذي هو اسم الفاعل مثلا يريد أن يرد على قول آخر وهو منسوب إلى عبد القاهر الجرجاني أن النصب هو الواو ولكن الذي عليه الجمهور وهو الأظهر أنه منصوب بالفعل أو شبهه هذا هو ما تضمنه هذان البيتان وإلى اللقاءة إن شاء الله شكرا للمشاهدة